السلام عليكم وهلوهلوه مسائل جمال على اميرات الامارات مسائل سعادة على احلى اخوات في الدنيا وحشتوني جدا جدا يارب تكونوا بخير النهاردة وكل ايامكم يارب تكون فرحة وسعادة اللهم امين اهلا بيكم النهاردة في فيديو حماسي من الدرجة الاولى فيديو مع سيدة الطاقة والنشاط اللي كلنا بجد محتاجينه الفترة دي عشان ننجز كل حاجة ورانا ناردة هتلاقوا ليه افكار حماسية حلوة جدا جدا متمنى تتبعوا معي الفيديو للاخر ويعجبكم استنى لايكاتكم وتعليقاتكم يا اميراتي وبشكركم على كل دعمكم الدايم بجد انتوا احلى اخوات في الدنيا وكمان حبيبتي امامتي يا رب دايما كده معي في كل حاجة حلوة يخليكي ليا بشكركم بجد على كل كلمة حلوة بتقولوها ويا رب دايما كده عند حصن ظنوكم يا اميراتي يا امارات دايكاتكم وتعليقاتكم النهاردة واشتراكك اكيد في القناة لو اول مرة تشوفيني وعجبك الفيديو ما تنسيش السابسكرايب وكمان اكتبيلي كومنت باسمك علشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الجاي يلا بينا بقى نبدأ كده مع بعض الفيديو ونشوف الروتين الحماسي بتاعها لكل حاجة عندها في البيت قدقين ضيفة جدا ومنظمة ومرتبة بروتين حماسي قوي حيدينا احنا كمان التشجيع الكافي نخلص كل حاجة ورانا كلنا كده الفترة دي بنعمل شوية ترتيبات وتنظيمات وتنظيفات قبل العيد كل سنة وانتو طيبين يا رب كل ايامكم عياد وفرح يا رب اللهم امين ويبارك لنا كده في الايام الباقي من رمضان كده ويهل عليكم كل الايام وانتو في افضل حال يا رب النهاردة معاها بقى افكار حماسية لو انتو عندكم شوية ترتيبات وتنظيمات زي ما بدأت تورينا تنظيمها للمنظفات بتاعتها عندها جزء مخصصة للاندري روم كده اللي بدأت تنظم فيه كل حاجة هي اولا بدأت ان هي ترتب المكان الحاجات اللي هي محتاجاها والحاجات اللي مش محتاجاها تخلصت منها وقبل بقى ما تحط كل التنظيمات الحلوة بتاعتها نطفت كل المكان وعقمته كويس جدا عشان تبدأ ترصد الحاجة طبعا بعيدا عن المنظمات المختلفة اللي احنا دايما بنشوفها من كل فيديو وكل سيدة انتو تقدروا ان انتو تعملوا بحسب المتاح عندكم يعني مش شرط ان احنا نجيب منظمات مخصوص للحاجات او للافكار اللي احنا بنشوفها ممكن تعملوا عادة تدوير لبعض العلب اللي موجودة عندكم تقدروا كمان برضو تستخدموا انواع المنظمات المختلفة مش شرط يعني الخامة العالي اوي فكرة بس انكم تنظموا المكان ده اكيد حيفرق معاكم في الشكل العام وكمان حيوفر ليكم وقت ومجهود كبير اوي لحاجات انتو تقدروا تلاقوها بكل سهولة المكان بتاعها قد ايه منظم جدا كل حاجة حطاه في مكانها اللي تقدر ان ايه تطلعها بكل سهولة وكمان الشكل النهائي حتى ليه الحاجات الترتيبات حتى اللي جواه في الدورة وكمان الشكل اللي برا خليته بجد على احسن وجه بالشكل اللي احنا شوفناه ده قد ايه بجد يفتح النفس وكمان شكله منظم وحلو جدا دعالوا ندخل معاها بعد كده على روتين ترتيبات وتنظيفات كمان ليه باقي البيت تدينا كمان بعض النشاط كده ليه الافكار والحير كلنا طول الوقت بيبقى عندنا بعض الكسل لما بنشوف انواع الفيديوهات دي بتدينا احنا كمان الحماسة اللي احنا محتاجينها بجد بعض الروتينات التنظيفية والحاجات التنظيمات والحاجات دي كلها بتديك انت كمان روح حلوة وطاقة ايجابية تخليك انت كمان ايه اللي يمنع ان انا اوصل بيتي كمان للشكل ده بتقدري ان انت تغذي كل الحماس من الفيديوهات دي هي ما شاء الله عليها نشيطة جدا دايما انت كنتوا بتعلقوا على الفيديوهات بتاعتها ان بيتها اصلا نضيف هي بتنظف النظافة هي مساعدة كمان كانت فيه كومنت كانت بتعلق كمان على شكلها هل هي صاحبة البيت ولا هي حد بينظف في البيت طبعا هي ما شاء الله ربنا يعني يرزقكم دايما كده الخير واستعادة هي صاحبة البيت وبتنظف النظافة لانها طول الوقت اديها في الحاجة طول ما انت طول الوقت بتنظفي بيتك وبتعملي حتى لو اقل حاجة مش هيبقى عندك تراكمات كتير فطول الوقت هيبقى في افضل صورة مش هتقولي بقى انهما بينظفوا النظافة زي ما كنتوا بتكتبوا في الكومنت بعض الناس طبعا لما كانت بتعلق على الفيديوهات الخاصة بالسيدة دي لكن هي ما شاء الله عليها بجد طاقتها بتبان في كل حاجة هي بتعملها في البيت عندها تعالوا نكمل معاها بقية الفيديو ندخل حالة روتين كمان ترتباتها وتنظفاتها اهتمامها بقى حتى بالنباتات الصناعية اللي عندها النجف الارضيات الكنب كل حاجة عندها تكون في افضل صورة المكان بس بتاع الشجرة حسيت ان هو يعني كان افضل ان هو يكون في مكان تاني برا عن الكنب اللي هي حطاه يبقى شكلها يكون ظاهر اكتر وتدي كده طاقة او روح اكتر للمكان من الكورنر ده بس طبعا كل سيدة بيبقى ليها زوها احنا بنشوف الفيديو اوقات انتو بتاخدوا بالكم بجد يعني بصوا من اضكل تفاصيل ساعات بتاخدوا بالكم من حاجات انا ما باخدش بالغير بعد ما انتو تكتبوا الكومنتس برجع اشوف الفيديو تاني بشوف انت قصدوكم على ايه فانا بشكركم على قوة الملاحظة الحاجات كتير قوي انتو بتكتبوها بس برضو دي من الحاجات اللي لفتت نظري كده زيكم بالزبط المكان بتاع الشجرة بس احنا بناخد من كل سيدة بعض الحاجات اللي بتفيدنا سواء بقى تشجعها في الروتين اللي احنا بنشوفه ممكن تدينا فكرة لطريقة ترتيب او تنظيم لحاجة احنا محترين فيها نعملها ازاي او في مشكلة بتقابلنا في طريقة عمل حاجة معينة فاخدنا فكرة منها اخدنا فكرة تنظيم او اخدنا فكرة تنسك الوان او ستايل يعني احنا بنشوف الفيديوهات كل فيديو اكيد اكيد مهما ان كان هو صغير مهما ان كان بسيط مهما ان كان مستوى لسيدة اللي احنا بنشوفها اكيد هنطلع في العشر دقيق اللي احنا بنشوفهم مع بعض هنطلع بحاجة ولو بسيطة اوي اكيد هتفيدنا فالسيدة النهاردة بجد نشاطها وحمسها وافكارها في الروتين بتاعها قد ايه بجد ومشجعة احنا الفترة دي لو بتعملوا شوية ترتيبات وتنظيفات قبل العيد يعني روتينها شايفين ان هو منظم منظيف واكيد هتلاقوا في افكار انتوا كمان محتاجينها نيجي معاها بعد كده لبعض التنظيمات عندها في المطبخ اشترت مجموعة من المنظمات الجديدة اللي بدأت ان هي تستعملها في تنظيم كل حاجة عندها خصوصا للحاجات بتاعة التلاجة مجموعة العصير المختلفة اللي بدأت تستخدم لهم البوتلز الخاصة بيهم وكمان شفنا الجرارات بتاعة المخللات يعني كل حاجة لها حاجة بحس ان هي تخلي شكل التلاجة بتاعتها يكون شكله حلو وحتى العلبة الجميلة جدا بتاعة الجبنة برضو كان شكلها حلو قوي تقدر تحط فيها حاجات مختلفة وكمان يعني طريقة التنظيم دي اكيد هتفرق معاها كمان في الشكل العام حتى مش بس في تلاجتها لا في كل حاجة عندها في المطبخ بتحاول دايما يعني مهما ان كان احنا بنشوف مستوى السيدة لو هو عالي او كده كمان هي طول الوقت يعني ممكن تحسوا ان هي موجودة عندها كل حاجة فخلاص يعني مفيش مشتريات جديدة بس هي طول الوقت زي ما انتو شايفين فيه تجديدات كمان عندها بتحاول طول الوقت تشوف ايه اللي ممكن تخلي شكله افضل وتحاول ان هي تجيبه فاحنا ممكن برضو ان احنا نستفيد من حاجة زي كده يعني احنا الحاجة اللي احنا موجودة عندنا طول ما هي كويسة وشكلها حلو بنقدر ان احنا نستخدمها تمام لو انت حاسة ان انت ممكن محتاجة ان انت تجيب حاجة افضل من كده ممكن معا الوقت تقدري ان ان انت تطوري منها لحد ما توصليها للشكل اللي انت حب من الشرط ان احنا مرة واحدة هنجيب منظمات فنجيب اعلى ليفل فيها لأ ممكن نبدأ واحدة واحدة لحد ما نلاقيها فعلا فرقة معنا فعلا جابة معنا نتيجة فممكن ندور بعد كده على الحاجة الافضل فيارب دايما يديكم الصحة ويديكم العافية ويرزقكم بكل حاجة تتمنوها ياربوا اكتر اللهم امين نكمل معا بقية الروتين الحماسي المشجع جدا جدا كمان في المطبخ الحاجات كتير زي ما بدأت ورينة تنظفها كمان للفرن شايفين بقى كمية الدهون الموجودة احنا يعني فيه ناس بتستخدم منظفات الصناعية فيه ناس بتستخدم وصفات طبيعية زي الكربونات وزي الخل وزي اللمون وملح اللمون والحاجات دي كلها طبعا بتزيل الدهون تماما بس طبعا يعني فيه اللي بيفضل الحاجة الصناعية اللي هي بتجيب معها النتيجة اسرع بس اخلي بالكم برضو من الحاجات اللي بيبقى فيها مواد ممكن تكون خطرة عليكم مع الاستخدام الكتير ممكن تأثر عليكم على صحتكم وعلى ايديكم فخلي بالكم برضو من استخدام المنظفات الصناعية اخر جزء من الفيديو تحضيرها لإحتفالات شام النسيم يعني برضو من العياد كده اللي هم بيحبوا يحتفلوا بيها بس بعيدا عن فكرة الاحتفال فكرة ان هي تقدر تحضر بوكسات لأولادها بحاجة يكون هم حبنا فممكن حتى ينبعيدا عن اي احتفال احنا بنشوفه فكرة ان انت ممكن تحضري مفاجأة حلوة جدا جدا لأولادك من بعض الهدايا الطريقة تكون مميزة البوكسات اللي هي عملتها وحطت فيها الهدايا المختلفة كان شكلها حل وقوي وكان مو بهج قوي فنقدر برضو ان احنا ناخد فكرة زي دي بس تنطبقها بأفكار مختلفة ده كده كان فيديو النهاردة يا اميراتي يارب يكون عجبكم مع سيدة المشاط والحماس اللي احنا فعلا كلنا بنحتاج فيديوهاتها في فترة كده من الفترات اللي بيكون عندنا شوية تكسل فبنحتاج ان احنا نشوف الروتين والأفكار الحماسية بتاعتها عشان نوصل لدرجة طاقة كده كافية تخلينا احنا كمان نخلص كل حاجة ورانا يارب يعينكم ويقويكم بشكركم جدا 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 من قلبي على حسن المشاهدة لو وصلتوا لحد هنا انتوا بجد احلى خواهد في الدنيا استنى كمان دعمكم باللايك الحلو والكومنت الاحلى اللي دايما بتساعدوني بوجودكم فيه تقابل بكرة على خير بفيديو جديد سيدة جديدة وافكار جديدة عشان ناخد تركات وحركات اللي بيتنا ونخليه دايما في افضل صورة شوفكم على خير الفيديو الجاي شوفكم على خير الفيديو جديدة شوفكم على خير الفيديو جديدة